كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسية 2024 وتجديد الشعب المصري ثقته في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتنمية والاستقرار لتحقيق نهضة الوطن ونموه وازدهاره وتوجه شيخ الأزهر بالدعاء إلى الله أن يوفق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في فتراته الرئاسية الجديدة لتحقيق أمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة وتبوء المكانة اللائقة بين الأمم وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء